السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم موضوعنا عن الشيلي رينج إكس تندر الشيلي أضافة ميزة جديدة على أجهزتها والتي هي توسيع الشبكة من خلال أجهزة شيلي بفئة البلس والبرو وهذه تعتبر فئة السكند جنريشن من أجهزة شيلي طبعا كل جهاز من أجهزة شيلي بإمكانه توسيع الشبكة لعشر أجهزة أخرى وسرعة الاتصال تصل إلى عشرة ميجابيت بر سكند وهي سرعة ممتازة للأجهزة الذكية خلينا نجربها خلينا ننزل على الكراج ونشوف وين رح نركب الشيلي وين بلس داخل الكراج لتقوية إشارة الواي فاي إشارة الواي فاي من منزلي مغطية تقريبا لداخل هذا المربع الموجود أمامنا خارج هذا المربع الإشارة عندي ضعيفة جدا أنا مفكر أركب الشيلي وين بلس بجانب الكاميرا وأغذيها بكهرباء من فيش الكاميرا نفسه تقريبا رح نركب الشيلي وين بلس في الوسط في النقطة هذه الموجودة أمامنا زي ما إحنا ملاحظين إشارة الواي فاي من منزلي خارج المربع هذا رح تكون ضعيفة جدا وتوصل إلى نقطة واحدة فقط خلينا نباشر بالتركيب رح أخذ خط حامبارد مباشرة من فيش الكاميرا ورح وصله مباشرة على العلبة اللي أضفتها بجانب الكاميرا ورح نركب الشيلي على سلك حامبارد فقط لتجربتها في موضوع الريبيتر ورح أضيف مع الشيلي وين بلس آيكيا زيكبي ريبيتر هذا موضوع آخر خارج عن موضوع الحلقة هاي لكن حابكم تكونوا في الصورة أني أضفت زيكبي ريبيتر في هذا الموقع مع الشيلي وين بلس عشان أغطي الكاراج بالواي فاي والزيكبي فهذا موضوع نحكي عنه في فيديو قادم إن شاء الله طبعا غيرت البلغ اللي بيجي مع الآيكيا زيكبي ريبيتر إلى بلغ أصغر عشان ييجي معاي داخل العلبة اللي موجودة أمامنا وهذا هو الشكل النهائي بعد تركيبهم داخل العلبة طبعا أنا ساكن في الطابق الثاني فأنا في الكاراج موجود يعني باعتبار بيتي أعلى من الكاراج بتلب طوابق فإيصال إشارة الزيكبي والواي فاي إلى هذا الموقع طبعا صعب جدا فرح نختبرهم خلال الفترة القادمة نعمل عليهم Automation ونشوف النتائج في الفيديوهات القادمة هذا هو الشكل النهائي بعد ما أغلقنا العلب والآن رح نضيف الشيلي بالطريقة الاعتيادية على التطبيق عشان نفعل عليها Range Extender رح ندخل على التطبيق ونضيف شيلي كالمعتاد بدون أي تغييرات Add Device ورح نختار الشبكة الواي فاي رح نختار الشيلي اللي رح نضيفها ورح نسميها Garage Repeater الآن الشيلي جاهزة على التطبيق الآن لازم نعمل للشيلي تحديث إلى آخر إصدار عشان يظهر معنا Range Extender فرح أحدثها مباشرة الآن الآن لو دخلنا على Network رح نلاحظ وجود خيار اللي هو Range Extender طبعا هو بإصدار بيتا ما زال تحت التجربة رح نفعله مباشرة وبعدين رح ندخل على ال Access Point عشان نضيف Password للأكسس بوينت عشان نصير الشبكة محمية وبعدها من الضروري عمل restart للجهاز عشان نتفعل Range Extender للشيلي بعدها مباشرة رح أدخل على الشيلي ورح أضيف الباسورد ورح أحط الباسورد اللي أضفته على ال Access Point والآن جهازي شابك مباشرة مع الشيلي وين بلس على الواي فاي الخاص فيها خلينا نختبر سرعة الواي فاي رح أدخل على Speed Test ونختبر سرعة الواي فاي كما هو ظاهر أمام سرعة الدولود 3 ميجا وسرعة الأبلود تقريبا 4 ميجا وهذه السرعة تعتبر كافية لتشغيل الأجهزة الذكية وإرسال الشيلي في أبعد نقطة في الكراج تقريبا فل ومستقر ولو طفيت الواي فاي وشغلت الواي فاي رح ألاحظ أن الهاتف بشبك على الشيلي بسرعة ممتازة ولو غيرت مكاني داخل الكراج كمان الإرسال مستقر والاتصال مستقر بهاي الحالي صار بإمكاني أركب شيلي على كبسات الإضاءة الموجودة في الكراج وأحولها إلى Smart وإذا اختبرنا الإرسال في مكان التركيب كمان الإرسال ممتاز جدا 3 شحطات ممتاز جدا لتركيب أجهزة شيلي خلينا نجرب نشغل المضخة الموجودة أمامنا عن طريق التطبيق شيلي وأنا متصل بالشيلي وان بلس ونشوف حل الأمور مستقرة كما هو ظاهر أمامنا اشتغلك بسرعة ممتازة كأن يشابك على راوتر المنزل الآن رح أجرب أضيف شيلي 2.5 على الرنج إكستندر الخاص بالشيلي وان بلس ربطتها مباشرة على سيلك للتست عشان أجربها في الخارج طبعا هاي أفضل طريقة لتجربة وأضافة أجهزة شيلي أضيفها في الخارج وبعدين بعد إضافتها لالتطبيق قد أدخلها بالطبع طريقة الإضافة ستكون مختلفة عن المعتاد أول شيء سأتأكد أني أنا شابك على الشيلي 1 بلس بعدها سأدخل على التطبيق وسأحاول أضيفها بطريقة معتادة والتي هي على Add Device سأحاول أختار أني أنا أريد أن أضاف على الشيلي 1 بلس لا ستظهر عندي الشيلي 1 بلس بهذا الخيال بهاي الحالة أنا أحتاج أضيف معلومات الواي فاي بشكل يدوي فأحتاج اسم الواي فاي بشكل دقيق والاسم طويل كما نلاحظين شيلي 1 بلس مع الماك أدرس من مصلحتي أني أنسخ هذا الاسم نسخ عشان مايك سير عندي خطأ في الإدخال وعشان أخذ اسم الواي فاي كوبي لازم ندخل على الشيلي 1 بلس ونعمل كوبي من هناك لإسم الواي فاي الخاص بالشيلي 1 بلس الآن رح ندخل على Network وعلى Access Point ورح نعمل كوبي لإسم الواي فاي الخاص بالشيلي الآن رح أشبك الواي فاي على الشيلي 2.5 هاي المرة عشان أعطيها معلومات الواي فاي اللي بدي إياها تتصل فيها رح أول اتصالي الآن على الشيلي 2.5 وبعد ما الهاتف يعطيني رسالة بتأكيد الاتصال رح أروح على المتصفح ورح أرجع أحط الإي بي نفسه اللي هو 33.1 بهاي المرة رح يدخلني على الشيلي 2.5 لأن يشابك عليها ومن هون رح أدخل على الواي فاي مود ورح أحط معلومات الواي فاي الخاصة بالشيلي 1 بلس ورح أعمل Connect الآن لو تأكدنا من الواي فاي رح نلاحظ أن الشيلي 2.5 اختفت فهذا بأكد أنها تصلت مع الشيلي 1 بلس الآن بإمكاننا نضيفها عن طريق الدخول على Discover Device وفي حال ما استطعت تطبيق إيجادها رح نتطر نرجع لطريقة إضافتها عن طريق الـ IP Address فلازم نعرف شو الـ IP Address اللي أخدته هاي الشيلي عن طريق الـ Repeater فرح نستخدم برنامج مثل Network Analyzer ونشوف شو الـ IP اللي أخدته الشيلي وفيه طريقة أخرى ممكن نعرف عن طريقة الـ IP اللي أخدته الشيلي 2.5 وهو عن طريق الدخول على الشيلي 1 بلس نفسها وراح نروح على Network ونتورك على Range Extender وهن تظهر عندنا الأجهزة المتصلة على نفس الشيلي 1 بلس بعد ما حددنا الـ IP Address اللي أخدته الشيلي 2.5 بإمكاننا ندخل على Add Device By IP ونضع الـ IP مباشرة وراح نعمل Check Device وبعدين رح تظهر عندنا الشيلي Add Device وراح نسميها شيلي Garage الآن الشيلي جاهزة وبإمكاننا نجربها سنضغط على Channel 1 Channel 2 سنلاحظ صوت Relay بشكل سلس والكبسات ستعكس حالتها بالسرعة المناسبة والمطلوبة على وهذا بدل الشيلي نشتغل نجاح باهر في موضوع Range Extender رغم أنه بإصدار البيتا طبعا طريقة الإضافة الصعبة اللي واجهناها خلال الفيديو هاي مؤقتة لغاية ما ينزل الإصدار النهائي من Range Extender ويتحدث التطبيق ليتوافق معه إن شاء الله يكون أعجبكم هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه لايك وسبسكرايب السلام عليكم اشتركوا في القناة